السلام عليكم الاسم ديالي السيمو خدام في سبيطار الحماق في برشيب القصة اللي غادي نعود ماشي ديالي قصة ديال واحد الشاب مات هادي شهر كان في العمر ديالو 23 نعام كان مبدل على الناس اللي عندنا ديما بوحدو ما كيدويش سكوتي بزاف وقبل ما يموت بجوز سيمانات كان طلب كتاب وستيلو وعطيناهم ليه وبقات الموت ديالو لغز حينت ما تشان قراثو وانا خدام كيف ديما كان دير الميناج لبيوت ديالناس حتى كان لقى الكتاب اللي اعطيناه ليوسف قبل ما يموت وكتب فيه قصته كيفاش توصل لهنا وهاتش اللي غايجي من بعد هي قصته كيف ما لقيتها في المذكرات ديالو اخر حاجة تخيلتها هي نوصل هنا للسبيطار الحماق والسبب هو الزعامة الزيدة ديالي هاتش يبدأ غير بالضحك وانتمنى اللي غايقى هاد الكتاب ما يعودش الاخطاء ديالي قصته بدات في 2010 كان في العمر ديالي 17 سنة وكنت كان موت على اي حاجة ديال ما وراء الطبيعة كنت كان قرأ كتوبه بزاف هاتش وكنت فرج في فيديوهات بزاف كنت داخل لواحد المنتدة ديالناس اللي كيهتموا بالسحف وتحضير الارواح كنت غير كان قرأ وعمرني جربت دكشي اللي قرأته واحد الليلة مور مسالية الحفاظة دخلت لدك المنتدة كان قلب على الجديد ولقيت واحد السيد ليحواحد الموضوع لشي فيديو اللي شافوه كيموت بقوض لخلعة ديال دكشي اللي كي يعيشو وحتى لما ماتش كي يهبلد قرأت للموضوع كامل وفي اللاخر لقيت الرابط ديال هاد الفيديو يلا بغيت نكليكي عليه وهي تغوض الواليدة يوسف اجي تسخر ليه طفيت الباسي ونطس تسخرت ومع العياء غير تعشيت ونعزت ونسيت هذاك الموضوع مش هات ايام ووجات ايام وانا مندامج في الجو ديال القراية حينت كان عندي الباك واخا ما زال يلا عندي 17 سانة كنت داخل على 6 سنين لمدرسة وصلت العطلة ديال الربيع والدار صافره الا انا بغيت نبقى نوجد الامتيحان انا واشرف هاد الولد كلمة خوية قليلة في حقه من الصغر وحنا بجوج كبرنا بجوج دوزنا الخيبة وزوينا بجوج وحتى فالباك جينا بجوج في نفس القاسم المهم عايت ليه باش يجي عندي للدار حينت حتى هو دارهم مسافرين ودك شي لي كان جا عندي ما كان غير الحفاظة كنا بغين نسكتوش حال ديال بنادم اللي كانو كي يقولو دوك الجوج مو حال واش غيطفروه حينت كنا موصيبة كحلا دوزنا واحدة ربعيام ببروغرام واحد اللي كان هو الفياق بكري الماكلة والحفاظة وصل النهار الخامس كنا عينا بزاف وقررنا نتسراحه حد شوية فقنا بكري يدرنا الفوتين جلسي ديب وزيد قصرنا كورة مع ولاد القاسم من اللي سالينا قصدنا الدار فالطريقة تفكرز هذاك الموضوع اللي تمني تكون عمرني قريته ومن هنا غدا تبدأ قصتي من اللي وصلنا دوشنا وتغدينا ومع العيان عسنا فقط قبيل من أشرف شاعت البيسي وبقيت واحد نص ساعة وأنا كنقلب على ذاك المقال قلبي ما مهنينيش كيقول لي حبسها يوصف هاد شي ما حدك مازال ما لقيت يوالو ولكن عقلي فضولي بغيت نشوف هاد الفيديو وشنون اللي غيكون فيه هو يقدر يقتلني فاق أشرف وقلس حدايا بدينا كنهضره اش كدير؟ اش هاد السيد اللي داخلي؟ هاد واحد الفوري ودي الناس اللي كيهتموا بالسحر وانت مالكو مال السحر وش تطيتي؟ كنقلب على واحد الفيديو وقال لك اللي كيشوفو كيموت انترى مايمكنش كهبلت يا واقيلة هاد شي غير تخاربية قيوسف انا كنت سننشوف معك هاد الفيديو مأكد صافي هانا لقيتو اه لقيت الفيديو والصدفة ان فكرة الفيديو بسيطة كيدوزو شي الصور كيخلعو وانت كتعاود دوك سميات اللي كيبانو لك مع واحد الموسيقى كتخلع شوية اشرف بغايت ستة بالضحك قال لي هادا هو الفيديو اللي غايقتلنا نود نود نخرج والسلف قيه اليوم را عيد ميلاد اسامة را عايط ليا قبيلة من اللي كنت انتكت دوش وقال لي ضروري نجيو اذا كشي لي كين بدنا حويجنا وخرجنا نطق الدولة شي كادو دوزنا واحد الليلة بيلا غير الضحك والناشاط بقينا صهرانين تل ثلاثة ديال الصباح عاد خرجنا من الدار عندو ورجعنا للدار وهاد الليلة كانت غتبدا اول الليلة ديال الخلعة في الباب لقينا واحد المشك حل مقتول ومقطع ليه راسو معلق وحد الباب كله دم مكنش فين تحط رجليك بقوة الدمائيات اشرف شداتو الخلعة لكن ما بغاش يبيل لي قال لي هاد البعالك ما بقوش كي حجمه مش مسكين دارو في هاد الحالة اجي هاش نقطعو هاد السلك باش معلق ونلوحو فيش بلاسة بعيدة على هنا قطعنا السلك ودينا الجيفة المزبالة لحنا هو قلنا الدمغة نخليه تلغده ونجفوه وصلنا للدار القينا قاعد دواو شاعلين وخاء انا متأكد باللي طفيته معد خرجت عاد واحد الريحة بحال ليه اللي موت معرفتها منين جاية حال ليت قاعد شراجم ووالو طلقنا معطر جهو ديك الريحة ووالو مبغاش تحيد نتال الصباح عاد النود ونقلب ولا تكون شي طوبة ميتة في الدار مشينا ناسو فقت مع الخمسة ديال الصباح وخنا عس مع الطل بقيت كنشوف جهة الباب حتى سعيت وهو يبال ليه واحد لوجه حاضيني وكيخنزر وقلت يمكن غير كانت خايل تخبيت بالمانطة اللي كنت مغطي بيها وبقيت كنقرأ في الاية ديال الكورسي عاودتها بزاف ديال المرات وبقود الخلع ليش تداتني ماقدرش نخرج راسي ونعاود نشوف جهة الباب دست واحد العشرة دقيق وكانت الصدمة ان دكشي مازال في نفس البلاصة وحاضيني وبقى على هاد الحال حتى ادى الافجر عاد غبر بالطريقة اللي خرج بيها بقيت كنخمم في هاد الشي اللي بدا كيوقع واش حقيقي ولا غير كانت خيله وبقوت تخمام الداني النعاس فقط شف جيت اشرف ما لقيتوش ناري ما زال عاقل شحال تخلعت علي وبديت كنغوت عليه بالجهد شيت كنجري كل هبال في الدار توصلت عند باب الطواليت وشفت الضو مشعول عدر تاحيت قنيتو حتى خرج وكان لونه مبدل وجهه صفر سولتو مالك هو يبدا يعود لي البارح اللي الكامل وانا في واحد البلاصة خيبة بزاف ومعاشي ناس حاضيني وشكلهم ماشي بحال شكلنا وكانوا تابعيني وانا هربان منهم في واحد الغابة ومن اللي فقط لقيت راسي راعف انا من اللي سمعت هادرتو ما بغيتش نزيد عليه وقلت لي هره غير الخلعة دي اللي باك مدير في بالك والو داك النهار هو اللي أخر لي مع أشرف حينس الدار كانوا غايجيو دارنا وسيقنا داك الدملي عند الباب أما الريح اللي كانت البارح ما بقاتش أشرف جمح ويجو ومشى وانا بقيت بوحدي في الدار وبغيت نعرف قصة هاد الفيديو اللي بدك يهبل فينا جبت البيسي ودخلت لجوكل وبديتك نقلب غير درت سميتو وخرجوا ليه بزاف دي النتائج ناري هنا عرفت باللي هادز بالمعروف بزاف ودك الشي اللي لقيت عليه زادني خلعه على أخلاق الفيديو هو فيديو دي السحر الأسود أخطر أنواع السحر وهدو كسميات اللي كانوا فيه أسماء ملوك دي القبائل الجن من اللي كتكرر ذو كسميات كتحضرهم وهد النوع من النوع الكارح للبشر والفيديو حاولوا بزاف يمحيوا لكن ما قد روش بغيت نقرأ تجارب الناس شافوه وما لقيتش بزاف وهدو اللي لقيت كانوا على لسان العائلات دي الناس اللي شافوه حينت الناس اللي شافوه كل هم ماتو ودك شي لاش مسمينو آه ما غنقولش سميتو حينت أنا في هاد الحالة بسبابه وكان كتب للناس اللي غايقرأوا هاد المذكيرات وما بغيتش انتا ولا انت تعاود لأخطاء ديالي تبع معايا وخود الحاجة المزيانة وبعدها للحاجة الخيبة نرجعوا فين كنا من اللي قرأت القصة دي الفيديو بقيت مريح وعرفت الغلط اللي درتو باللي ره غلط كبير بزاف بقيت ساهي وكان خمم حتى سمعت الخبيط في الباب ديال الطار نط كان جري لقيتهم الطار واقفين عند الباب والواليد قال لي مالك واش كنتي ناعز راحنا ساعة وحنا واقفين عند الباب قلت لي ره غير كنت سد علي البيت ايه الوالدين ما تقدر تخبي عليهم موالو كيقراوك من وجهك الواليدة قلت لي مالك وجهك مبدي لا يوسف واش ما كين باس ما كراتش نقول لها كل شي على هاد اليومين اللي دووس لكن ما بغيتش نبكيها قلت ليها غير سترس ديال الباك وهربت البيتي حين كون بقيت شوية كنتو غادي نبكيك قدامها داس اليومين اللي بقات عادي غير الحفاظة والنعاس وهالعطلة السالات وهناك استيغدت بدات زاد تعقد وتكبر وصل النهار اللول في القراية قصت ليسي وكان سلم على الدراري وكل شي كيسو ولدو كل اسئلة المعروفة فين مشيتي واش نودرتي وانا مشي في هاد العالم مرفوع بالي كله مع اشرف كانت سنة غير يدخل حين تبالي تشغل عليه بالساف بقيت كانت سنة حتى بالي يا جاي داخل من الباب صدمني فين هو اشرف الفورما في ضرف يومين طاحت منه شي خمسة كيلو سنيته احتوصل عندي وسو ولدو مالك وهو يبدأ داوي هاد اليومين والله ما شفت النعاس وليت كان شوف شي حويش بوحدي في الدار كي بدأ وداوين معايا بشي حاجة ما كان فهمهاش رب ديت كان حماق يمكن ونزيدك البارح حلمت واحد الحل ما في شكل شنو بقى ساكت واحد شوية حلمت بيك قتلتيني انا بقيت ساكت وقلت لي يلا ندخل ولقي سمراء الأستاذ قريب يجي كان عندنا ذاك الصباح الفيزيك وكنا احنا سيونس فيزيك يعني خاصنا نتبعه مزيان دخل الأستاذ وبدأ كيشرح الدرس فشرح لنا مزيان في الأول عاد بدأ كيكتب في الصبورة في نص ساعة الأخرى هو كيكتب وأنا كنشوف الصبورة خاوية شف جيت أشرف لقيته كيكتب يعني هو كيشوف مرة مرة كنحس بشي حاجة بحل يدين كيتحطه على عينية شداتني الخلعة ولكن ما بغيتش نبير الأشرف حين تلي فيه هيك فيه بقيت صابرته وصلت العشرة واختيت الدفتار من عنده باش نقل تحركنا في الطريق بجوج واحد ما كيهضر مع الأخر وصلنا النصف فارقنا وكل واحد مشى لدارهم وصلت للدار جيعان وكان آخر حاجة غنى كلها هاد النار هي هاد الفطور غير دخلت لقيت الوالدة كاتس النفية كتلي هارا فيه الجوع نضت وجدات ليمسكينا الفطور أي حاجة حليت عليها فمي كتحطرها لي يا مميمتي اللي قاسات معايا وكبراتني وقاسات وصبرات مع راجلها تادار داره وخدم الله يسمح لنا من الوالدين هي عاقة بيا مخبي شي حاجة حطات لي يدك شي لي وجدات وجات قدامي وقاتليها بسافة الحالة على الباك مالك شنو عندك قلت لها ما كينوالو غيرت هنائي ونطب الزربة دخلت لبيتي حين تكون بقيت معاها كنت غنقول لها شنو كين مشيت جبت شي امتيحانات ديال الماض وبديت قدام فيهم ومسيت الوقت حتى كنسمع الدقان في الباب ديال البيت بالجاد حليت لقيت هالواليدة قلت لي يا واش الجامع حدا البيت وما سمعتيش لآدان قلت لاللارة ما سمعت والو أنا غنتوضى ونصلي توضيت وبديت كنصلي لكن ما كنسمعش هذوك الصوار اللي كنقرأ وفمي ما كنحسش به كيتحرك ما كنسمعش الصوت ديالي من اللي كملت مشيت هزيد القرآن باش نقرأ شوية وانا نصدم باللي راها خاوي ناري ما يمتيش هد شي هزيد قرآن آخر ونفس طبلان ما كنشوفش الصوار كنشوف غير صفاحي بايضين هزيد عيني لواحد صوارة معلقة عندنا في الصالون في هات الصوارة ديال الكعبة وآيات الكرسي وحتى هما ما بانوش لي تزادت حتى الكعبة حتى هي ريحت في واحد القنص ديال الصالون وبديت كان بكي دخلت الواليدة وشافتني في ديالحالة عانقعتني وكلمة وحدة اللي كينة في فمها مالك مالك غير قولي يا مالك را نقدر نعاونك عاوت لي هاملو والحطة اللخر الفيديو ديال الرعب اللي عشته وآخر حاجة اللي هي أني ما بقيش قادر نشوف القرآن ولا نسمعه والكعبة حتى هي هي دموعها ولا وبحشتها ديك الساعة ما كراش الأرض تحل ونتخش فيها وما نشوفش دموع مميمتي ناس لين على ودي قادت لي يا ما تخافش غير لقاوشي حل أنا غير مشي نطيب الغداء هي في الكوزينة وكان سمع فيها كتبكي الله يسمح لنا من الوالدين مشيت البيتي تعيطت علي أن تغدى كانوا أخباتي يا الله جاهم المدرسة أنا ما كانش عندهم منين يدوز داك الغداء غير ريحت معاهم وصافي وصلت لتا ونص نط وجهت راسي حين كنت داخل مع الربعة حلت الباب وهي تعيط لي يا الوالدة عانقعتني وقادت لي يا رد البال لراسك يوسف بست لها على رأسها وخرجت طرق كاملة وأنا كان خمام شنو سبب هادشي وحين تفيت سامع لناس وقع عليهم هاكا والسبب هو أنهم داروا شي دنب كبير وربي حرمهم من شوفه ولا سامع أي حاجة عندها دخل بالإسلام أنا عرفت شنو هو الدن وتنتو مالي كتقرأ راكم عارفين شنو هو وصلت لليسي كانوا عنا جو السوية دياللانجلي وفي نفس الوقت هي كتكتبوا أنا ما كانشو كوالو ما قادرش نقول ولكن غتوقع واحد الحاجة في هاد الحصة غتنسيني الهم ديالي وانتا كتقرأ هادشي دابا خاصك تعرف راشي حويج ما كتشوفهمش كيقرأوا معاك ما تخلاش حين تلبنت فيك الخلعة غتكون هادي هي الفرصة ديالهم وغايب داوي وسوصوليك في عقلك تبع معاي وما تخافش كانت بقاة نصف ساعة ونخرجو مريح أنا وأشرف في آخر الطاولة وهنا كل شي عادي حتى بدأ أشرف كيقول شي هضر من فهماش وبدأ كيغوط في القسم خرجو خرجو كل شي دار عندنا وكي ديرو دوك الشوفات ديال التعجوب وكنسمع هادا مالو واش مقرقب ولا شارب بقى في ديك الحالة وأنا شادو حالته غادو كتصعاب ناط كيجري جهة الحيط وبدأ كيخبط في راسو واللي حاول يحبسو كيضربو بقاك كيخبط يخبط حتى ساليه الدم شاف فيه وقال دا بغي يكونوا فرحانين بيا بغوا الدم ها هو الدم صافي وطاحة غيب الأستاذة خرجت كتجري قلتها للحراسة باش يعيطه لي على الإسعاف وأنا مقدرش نحبس دموهي عنا قتوب ديت كان بكي حينت أنا السباب في هاد شي بسبابي أنا أرجع في هاد الحالة بسبابي أنا أتفرج في ذاك الفيديو ندمت ندمت ولكن ما بقى عندي مندير هاد شي خرج من بني الدين ديالي وأنا كان بكي وكانت سنة في الإسعاف الجي شفت بنادم كيدحك عليه وبنادم بقى فيه سمعت هادرتم وهو ما كيقولو شفتو الشراب والقرقو باشنو كيدير بنادم ديما كيهضر وهو ما عارف والو والله يدي مخلق هاد شي اللي غنقول مورا نص ساعة عجت الإسعاف فهد نص ساعة ره يموت فيها بنادم المهم ما شي موضوعنا هذا جوه الزوه ركبت معاهو توصلنا السبيطار وحيات لدارهم أو دي ذاك سبيطار تهوى لما كانش عندك المعرفة أي خليه تموت الدوه نشروه في واحد البيت فيه غير الشماكرية إحساب ليهم واحد شي حاجة ومغيب بقيت كان غوت عليهم وكان خبط في البيبان حتى جابو لي الطبيب جريته و قد لي وش هتزيد غد خليه يموت دير خدمتك بنادم كاموني مورا حضرته مشا كي يجري عنده قال الفرمليات اعطيوه البرال فلان فلانية وديوه الشي بيت نقيه وخرج عندي وقال ليه ما تخاف والو شوية وافق وذك جرحة الفراس وراها غير سطحية ما غدير ليه والو وهاكا ومشا خرجت عند الباب تسنيت ضارة ومحتاجة ووريتهم البلاصة فين كين ومشيت بحالي ما بغيت وشي يشوفني من الليفي حينت انا سببو في هاد الحالة شديت الطريق اللي طار وراسي غايت طرتق بالصداع غير وصلت قاتلي الواليدة غنمشي وعند واحد المرأة عندها معاها الشي وغتقدر تداويك قتليها راني عيان خليتها لغن رخرة قاتلي يزيد ولا غنسخط عليك انا غير سمعت الصغط حضرت راسي وخرجت معاها وبقينا شدي طريق احتوصلنا الوحد البلاصة اسميت هاذر بالحجر فوحد الحي الشعبي في المدينة ديانا غير هزيت عيني عرفت الدار اللي جايين قاس ديانا جات فوحد القنت خاوي والعيالات شدي النوبة ديالهم وكل وحده وشنو جاي يدير دخلنا شدينا النوبة انا هو الولد وحيد اللي كان تمه واغلبية العيالات اللي تمه مقصودهم واحد وهو يشد رجالة ديالهم لا يسمح ليهم سويت الوليدة فين كتعار في هاد المرأة قات لي غير نعتوها لي شي عيالات وصافي بقينا كنت سنى وفي النوبة احتجت واحد المرأة وقات لي يا نوع الدخل شريفة كنت سنى فيك غير دخلت وضربتني ريحت البخور من البعض كان حاول نشوف هاد شريفة كذيرا كان حكر بشوية بشوية تبانت كاملة واحد المرأة تكون في عمرها شي خمسين عام مريحة في واحد القنت ومدورة بيها لهي دورات والمجامر والريوس ديال الدياب وديال التعالب في الجنب ديالا غير هاد المنظر بوحدوك يقطع في كل نفس قات لي زيدة يوسف يلا غنقول لها باش عرفت اسميتي وهي تجاوب حالي لقراتني قال هالي هادك اللي عند الباب قالت الوالدة عرفتكم على الجايين ولدك راح حضر شي حاجة كبيرة بالزاب ولكن غنحاولو نبعدوها منو قات لي قرب عندي حطت يدها على راسي وبدتك تعاود في شي حضر ما مفهماش بقات هكا شي عشرة ديال الدقيق وانا ما حاس بوالو عادي تلوحد اللحظة حسيت بلي تزاد علينا شي واحد وقال لي يفودني بوحد الصوت باح هادي رمغت في ذاك بوالو تفرج تفرج غير قال هاد الكلمة وهي تنود هاد الشريفة بدتك تغاود بحله بيلا وخرجتك تجري برا اه هربات حين ذاك الشي اللي بغى تلعب معاه كبار منها بزاف قلت الوالدة نوضي يلا هنوضي رغى يقتلوها وغى نمشوا للحبس خرجنا رجعنا للدار الوالدة ما زالت صدمة في عينيها من ذاك الشي اللي شافت وانا ما قلت حتى كلمة حينت ما فاهموانو واحتى ذاك الصوت اللي سمعتو ما عرفتوش كون مولاه ذاك الليلة ما نعشت بقوة تخمام جا الصباح مشيت لمدرسة وفلاشية كنت ناوي يمشي عند اشرف للدار وصلت 12 خرجت ورجعت للدار غير حلات الوالدة وهي تصدمني بواحد الاخبار قلت لي باللي السيدة اللي كنا عندها البارح دار هات حرقات في الليل وماتت قلت لها غير كتضحكي معايا اياك قلت لي يلا رب الصح خرجت كان جري لدك الدرب اللي فيه الدار ديالها دست من حدا واحد الخلاو دك الصوت الثاني بده داوي كيهضر لي في ودني جري جري ربغت تلعب معانا ولكن حرقنا انا بديت كنغوت شكنت ولكن كيما باندك الصوت غبر وخلاني غنت ستة وصلت قدام الدار ناري غير من اللي كنا هنا كانت مصبوغة بالحمر ودبا ولت كحلة قلت في واحد العتبة ديال واحد الدار قريبة وقبالتي كانوا مجموعين شي عيالات جارات هاد المرة اللي ماتت وكانوا نيت داوين على العافية من اللي شعلت قل لك باللي الناس عاقوا بالعافية مني الله شعلت وحاولوا يطفوها ولكن والو محدهم هما كيروشو في الموذك العافية كتزيد تكبر والمره كانوا كيسمعوا الغوات ديالها بحال اللي كان معاها شي حد في الدار وكانت كتقول ليه بعد مني بعد مني راه مدرت لك والو والمره جبدوها فاخرة تحرقها بالمزيان لوجه ديالها مبقاش معروف ما عرفت هاداتهم مش مصطح ولا غير زادوا فيه ولكن حاجة وحدة اللي كانت في بالي انا الموت ديالها ما كانتش طبيعية وكانت بسبابي ولا بعبارة اخرى بسباب ذاك الشي اللي حضرت وكيما قلت ليك في اللول راه نوع كاره للبشر مازال حاقدين علينا مني يا مد نبي الله سليمان حينت كان موريهم الويل وبقيت حدا ديك العتبة حتصونا علي التليفون لقيته اشرف جاوبته قال لي يدوز عندي للدار رابا غين دوي معاك درت الكيت فودني والقب على راسي ومشيت قاس الدار اشرف وصلت ودقيت خرجت الوالدة عنده سلمت عليها ومشيت لبيته شفته في ديك الحالة الفاس مفرسه ولنصفر مرضته حق الله ومعا هاتشي اللي عشته في هات 24 ساعة حسيت براسي مخنوق وهو غير شافني ونضع النقني بدا يبكي وخليته حتى فش قلبه عاد بدين اداوين عود لي اش نوقع البارح صف انسى صاحبي المهم او انك دفع باخير وغير عودة صاحبي راي اليوم تاني حلمت وشي حاجة وراني غنت ستة المهم البارح بديتك داوي بشي لغة من فوماش وبديتك اتغوت ونطي مشيت للحيط وبديتك اتضرب في راسك حتى غيب دي وانت باش حلمتي تاني نفس الحلمة انا وياك في بيت وانا سايل بالدم وانت شهد جنوية فيدك وحلمت بالتاريخ اللي غيوقع في هاتشي شنو هات تاريخ نهار 17 وشهر 6 شنه هو نهار قبل وطاني غير حلم هادك عاوت لي على البلان ديه شوافة وبانت لي الخلعة في عيني تليه انت شاوف وغدا صاحبي ما تخافش هذا غير حلم غير هني بالك حاول زمن بالردع لي ولكن على من كان كذب موتنا قريبة وقريبة بالساف ارجعت للطار لقيت الوالدة كانت تسنعني وعينيها حمرين بالبكاء والسبب راه بين هو انا وبايني علش غدا تبكيب ولدها اللي حرموا الله من شوفة القرآن والسماعه وحتى الادان والكعبة ولدها اللي ولي على علاقة بالجن وبسبابه ماتت مرى محروقة ولدها اللي طوال الزمن ولا قصار غيموت اصعب حاجة هي تكون عارف راسك غتموت لكن اللي كي يزيد قتلك هو انك ما عارفش الوقت نرجعو فين كنا الوالدة قالت ليه اجي بغى ندوي معاك ولكن ما سمعتش لها ومشيت دخلت البيتي وصديت عليها ما كان فيها اللي دوي وحتى المدرسة ما بغيتش يمشي لها هاد العشية حينت كانت عندي غير العربية فلاشية متكيت حتى داتني عيني ومن اللي فقط لقيت سباب هاد المشاكيل كلها واقف قدامي لقيت الوجه اللي شفته مني يلا هبدا هاد شي واقف قبالتي وكيشوف فيه بواحد العينين ماشي بحال عينينا وحكرت في وجههم زيان شفت تكشي لأي واحد في بلاستي اللي شافوه يطيح بقوة الخلاق شفت وجه الجن وهو بقى غير ساكت كان كيدير فيه شي شوفات بحال الباغي يزيد كفيه الرعب انا مبقيتش عارف شنو كندير نبكي ولا ولا نغوز ولا نهرب ولا نوت نتلح من الشرجم ولكن تبت راسي تنشوف هاد شي كيفاش غيخرش واحد شوية بده جاي الجيهتي حتوصل لبلاصة فين كنت ناعز وبده داوي بواحد الصوت فيت سامعوا البارها عند الشوافة كانت فكرة وحدة لي كالدور لي يا فراسي وهي الموت قل لي اشنو كتصحب راسك انتو ذاك اشرف واشنا انت هنا واش منكم واش من نهارت خلقتو انتم خالق اللينا المشاكين هبطونا نعيش والتحت وعشنا الويل مع سليمان كتضحكون يا بني ادم كتعرفوا الحاجة في هالمطرة ليكم وكتمشي وتشربوها والله احتكت ضحكوني كنت معاك من نهار قريتي الموضوع وكنت كنت سناك غير تشوف الفيديو والذكر اسميتي وهنت دابابيني الديا واخرك الموت طوال الزمان والاقصار مورا هضرتو تب النجج وبقاو غير عينية كيتحركو كنشوفي غادي جيهت الباب ديالبيت اخرج من نوب لما يتحل خلي عني في ديك الحالة مش للكامل ولساني ما قادرش يغوت ابدو عينيك يطفى بشوية بشوية احتصى في غيبت غنفق غلقى الوالدة والوالدة حدايا في جهة اليمن واخوتاتي في جهة اليصر وواحد الراجل حدايا ما عرفتهوش كيبال ليك يحرك في فمه عرفته كيقرر في القرآن ولكن انا ما غنقدرش نسمعه ايه من كان بنيت دي كنت هاجره ودابا ولي تباغي غير نسمع كلمة منه مدلتهاش غير هاك هاك تفكروا شوي اذاك الكتاب اللي هاجرينه شفت في الوالدة لقيت عينيها حمرين والوالدة هو عيني حمرين بالبكة عرفتها عودات لي بغيت النود لكن جنابي عاطيني السطاع لي اذاك سيد غير خليك هاك ركعيان وناد خرج هو والوالدة عند الباب كنت عارف شنو بغاي يقول ليه بغاي يقول ليه باللي والدك راه واللهبيل وكيشوف الجنون انا ممصوقش قت الخوتي يخرجوب قت الوالدة بقع يبغي ندوي معاك ودك الشيلي كان خرجوب قيت انا وياهو بدينا داوين شنو قع؟ البارح بغيتك تسخر ليه ودخلت قيتك مغيب البارح؟ وش من البارح وانا فد الحالة؟ اه ملع الشيه دي البارح صافر والدة خليني بوحدي باش حاسوا انتك اتقرف هادشي مخلوع ولا بقيت فيك ولا كرهتيني هادشي عندي بحال بحال المهم هو نكمل ليك قصتي حينت هما واقفين حذايا ذابا وكيقول ليه راجعت نوبتك ولكن خديت نهار واحد زيد باش نكمل ليك قصة اللعنة وصل ثاني لقاء ليه مع الجن اللي حضرت مرة ما خرجت الوالدة عايت الاشرف ومجاوبنيش حاولت مرة وجوجه وثلاثة ووالو نسيت حالتي وتشطنت عليه هو بذك الجهد اللي فيا نتقاصد دارهم لكن ما خلانيش الواليد ودرت بحضرته قال ليه تلغي داعات سير المدراسة حسن ليك وذك شي لي كان هاد النهار دازم زيان كل شي غادي عادي نعزت هاد الليلة بلا ما شاكي الحمد لله وصل الصباح نتلبسته قصة اللي سي كان عندنا الماطة ذك الصباح انا خاطري هربات ليه من القرايا جيت غير علاق بالاشرف سنيت وعند باب ديال القسم مجاش دخلت شديت ليه بلاستو حدايا دخل الاستاد بده الشرح دياله واشرف مازال مجاش داز عشرة ديال الطقيق عدد دخل خنزر فيه ومشا اللور قلتوا انا ما فهمت والو وما فهمش عن اجتار هاد الشي داز الحصة عندي تقيلة غير وصلت العشرة ومشيت عنده غير سولته مالك وهو يعاود يخنزر فيه وقلب وجهه ومشا تبعتوا كان سول فيه مالك وهو يدور عندي وحمر فيه عينيه وبدأ جاي يقاصدني وصل عندي وشنق عليا كان بنادم كله كيتعجب حينت عمرهم شافونا مشانقين ديما كانو كيشوفونا ضاحكين وخلقين السعادة لكن دباهد المحبات قلبات بلا ما نعرف شنو هو السبب سولته شنو كين قال لي يابل لي وصوه باش يبعد مني وبدأ كيعاود في جوج كلمات لا غير اليوم هنبداو طلق مني ومشا في حال وخا كان مازال عدنا جوز سوية ديال العربية بنادم كان جاي كيجري عندي وكيسولوني مالك انت وصاحبك وانا ما مصوقش لهم قلت لي هم والو والو ومشيت القسم فالقسم بقيت ساهي وما مصوقش وبالي كامل مع اشرف وهد الشي اللي دارو هد الصباح وشنو هو المعنى ديال هدك الشي اللي قال لي محسيتش باللاحظة اللي يقلس حدهاي الأستاذ وفيقني من تخمام قال لي يا مالك أوليدي كتبها لي يا مهموم بحلي لهاز الجبال فوق كتافك عاود لي يا را نقدر نعاونك بدك الهم اللي هاز في قلبي تحكت وبتلي والله عمي ما عندك مدير لي دك الشي اللي عندي كبار مني ومنك وكبار من دك الشي اللي كتخايل قال لي يا ربي كبير وما كينساش العباد ديالو وناض من حدايا انا من دك النوع اللي عنده الحسة السادسة يعني لما كانش خاطري مهنياني كتوقع شي حاجة خيبة وهد النهار حس بشي حاجة غادة توقع وصلت ناش بالزربة ولما نعرف انا مبقاش عندي احساس بالوقت خرجت قاسد دارنا غير وصلت لقيت الوالد كيت سناني كان بغي دوي معايا ويفهم مني هدشي اللي واقع وخال واليدة انا متأكد باللي قاتلي كل شي من اللي دخلت قال لي تبعني الصالون شفت في الوالدة وهي تحدى راسها عرفت بلي القادية صعيبة دخلت عند الوالدة وهو يبدى داوي اش داك الشي قاتلي يا امك واش انت مسطي واش انا معاول عليك وانت متبع هاد شي ديالجنون يلا دا باشنو غنديرو ما كان ميد دار جوج حويج يا اما غنت سطى ولا غنت سطى خرجت في حالي وخليتو اصلا العلاقة ديالي انا والوالدة سطحية حدنا الهضرة في القراية والخدمة حين دي ما في الصيف كان مشي عندو نعاونه قلت لي يا امو يمتي اجيت غدا قلت لا والله ما عندو منيني دوز لي وغير بالصحة مشيت البيتي وسديت علي الوالدة مسكينة خاطرة ما هنهاش جابت لي غدايا اللي بيت عندي اه الحاجة الوحيدة اللي قهرتني في خاطرية هي الوالدة كنت كتشوف فيها كل شي عندها ما زال عاقل من لي كنت صغير كنت كان عنقها وكان قول ليها غنخدم وغنصيفتك للحج وندير ليك الدار بوحدك والخدامة ودعبا الحاجة اللي درت ليها هي الدموع دموع هولا وبحاجة اشتا على ودي نكملوا قصتنا را ما بقاش لي بزاف دير الوقت كنت داخل مع الربعة خرجت قاصة للليسي جبت تليفون عاية الاشرف حينت ما موالفاش لينا نتخاصمه ونيت نفهم منو شنوا واقع لكن ما جوش وتالت تليفون طفاق حينش حال ما شارجيتو وصلت قدام باب دير الليسي ما كان دوي مع التاشي واحد حاجة وحدة اللي في بالي وهي نشوف عشيري سنت ولكن ما جاج سنت في القسم ولكن ما جاج دست عند يديك الساعتين في الجاحيم عارف شي حاجة غدا توقع وصلت ستا وخرجت لدارنا دخلت البيتين رجاش ويا حينش حال وأنا هاجر دوك الكتوبة دلت تليفوني تشارجا دو وست ساعة غير متكي على المات فزيت تليفون باش ندوي مع اشرف غير شعل وهي تعيطي الواليدة دي هالو قاتلي يا را خرج من ستا وما زل ما جاج قاتلي يا خرج قلب عليه بدات كتبكي نطلبس جاكت ديالي وخرج كنقلب هلا سيقاع البلايس اللي كان عرف والو ملقيتوش نص ساعة وانا كنقلب مبانش ليه القاتر شويس هنا تليفون وكان اشرف اللي معاين قلي يجي عندي انا فلمون جديد حدا اللي السي ديال القدس وقطع اواه هدا اش كي دير تمك في هاد الليل بديت كنجري لديك البلايسة حين تخيف ويلو حراسه في البحر غير وصلت بالي يواقف وفق واحد الصخرة وكيشوف فيه شيت كنجري عندو سولتو اشرفة شنو كين شنو كتدير هنا في هاد الوقت يلا را الوالدة عندك مشتونة عليك قلي يما عندنا فين مشيو راهم باغين الدم وبغاوك تكون حاضر معانا كلي را كمشي نورمال يلا هل الدار ونهضروا لكن ما بغاش شفت في الدو كيبال لي يددم سايل منها وفليد ليس را ديالو كين زي زوار عرفت باللي راه جارحة جريتو الواحد اللي قونتو كن هضر معاه اش هاد الشي درتي قالي يبغاو الدم ونا خاصلي ندير دك الشي اللي بغاو شكون هادو هادو كلي كيجيو عندي كلي لو كيباتو معايا وراهم هنا دابا غير انت ما قادرش تشوفهم اشرف يلا من هنا ونهضروا لا راه اليوم هي اللي لعلش تافقنا اليوم غايتمشي عندهم غير قيل هاد الهضراء ونهضر شعل بلاستو فين لقيتو وبدك يغوت بغيتو الدم بزاف الدم ها هو ها هو وبدك يشرت في الدو مشيت كان جري عندو ولكن هو صحيح علي بزاف ما قدرتش عليه بوحدي ولد فيه الصحة ديالا ربعات الناس ناري على حالة دار فراسو شرت يديه كاملي من فوق لتحت وما حنش فراسو ما كانش حاسه شنو كيدير كان بحالي لم قرقب خليك تخيل المنظر بوحدك جوج ديالناس حضر البحر غير خلق واحد فيهم حالته قاعدم وواحد شده لخلعه وندامه وما عارش ان هاد الليلة مازال مخبية ليه بزاف اشرف ما وقفش هنا بغيب اعاد بزاف من لي ولت حالته قاعد دمايات وانا بتصدمة ديالك شي لقدامي بقيت غير حال الفمي وقف وبدك يقول واش بغيتو احته هو بغيتو احته هو يولد دمايات وبدك يشوف فيها وقال ليه واحد الجملة ده بس اثنين وانا في صبيطار الحماق وما زال من سيتها قال ليه جات نوبتك وبدأ جاي قاصدني وعنقني وقال ليه خاصني نقتلك يوزف ما عرفتش باش تبليتش شداتني التوخة والبكية والخلعه قلت ليه شنو قلتي تقتلني؟ قال ليه جاه الامر من الفوق وبالليلة ما قتلنيش هو غنقتله انا وواحد فينا اللي غاي عيش حتى تجي نوبتو من بعد بقيت ملاهيه بالهضرة وصيفت ميصاج لدارهم وقلت ليهم حنا فين حاولت نطول معاه الهضرة باش نربح شوية الوقت ايهون عليك تقتل صاحبك انت لي وصلتيني لهذا الحالة بسبابك وليت هكا وليت معاشر الجنون وكنشوفهم قدامي وكندوي معاهم انت السباب غلقه وحلغير لوحدك الزيزوار اللي فيدك ويكون خايف يوسف انت بحل خوية كبرنا بجوج وقرينا بجوج ولكن مازال ما بغيت نموت دابا وهو مارا هم بغاوك انتا هوا قدامي وكي يقولي يا خاصك تموت قجني وانا ما قاومتش كنت نيت من ليت من هاد الحالة اللي غير الرعب والخلعة لموت حسن ليا كنت كنفضل نموت انا هديك النهار ولو كان ما صيفتش نظهرهم داك الميصاج كنت هنيت من العذاب لغيجي من البيت قجنيت ابدا تلموت كتدخلني وانا نقشه واحد ضوجي من بعيد كان ضودي لطموبيل دي الوليد دياله فرانا عند رجلينا خرج منها هو وخو اشرف الكبير فكوني منو وكون ما هوما كون قتلني ذيك الليلة كي غووتو كيتحلف عليا ما زال ما سالينا يوسف ما زال ما سالينا قالوا لي نوصلك لداركم ما بغيتش بغيت نرجع بوحدي هوما مشاوا بقيتنا راجع بوحدي وكان مكي كان مكي حينت اليوم فقدت خويا اللي كان غادي يقتلني ماشي صاحبي خويا اشرف ما كانش غير صاحب عادي دووزنا صغرنا والمراهقة ديالنا بجوج ضحكنا بجوج وبكينا بجوج واليوم ما يحاول يقتلني ما تقبلت هاش ارجعت لدارنا ونسيت راصراني عامردم غير شافتني الوليدة وتبدلو فيها الالوان بالخلاء يحسب لها قاتل شي واحد بشي تدوش تبدلت حويجي حاولت النعس لكن بلا نتيجة حينت حاس بالدن خرجت الخويا على حياته وبسباب يضاع ليه مستقباله عيني ما غمضات شي ديك الليلة تلص الصباح نطب كري خرج من الدار وقصت اللي سبقيت واقفة عند الباب غير بوحدي منلي عمرات الدنيا بنادم كنشوف كل شي حاضيني وكيدوه ليه ما فهمت وعله مشيت قاصد واحد جماعا نسولهم مشنوكين لقيتهم واصلاهم الخبار ديالاشرف شي واحد زاكن حداه شافوا منلي كان خوه بوهجي بينو للدار وهو في ديك الحالة وفي المغري بديرها غير زوينة توصل توصل نقز واحد خينة من هدك الجماعة قال ليه دك الهبيل ديال صاحبك مالو غير خرج ديك الكلمة ديال الهبيل من فموه وانا نشنق عليه قل جيته وحكمته مزيان وتجمع ليه بنادم وهو رجع دك الصوت الثاني كيهضر ليه في ودني وكيقول ليه قطله قطله راه عيرك قطله الولد عينيه خرجه عاد انا فقت من ديك الحالة ديال العصاب اللي كنت فيها اطلقت منه وقلت لبنادم فرتكو الجوقة ومشيت للجريدة ديال ليسي وكان شوف بنادم كيدير في يده كشوفة ديال تعجوب والبنات كي وش وشو يوسف هو صاحبه وراهم هبلو او ديبنادم غير كيدوي ما عارش بنادم مش نواقع ليه ولا الظروف اللي وصلته لهاد الحالة دخلنا للقسم وكان عدنا سيونس كل شي مبعد مني خلوني مريح في الصف غير بوحدي ما عرفتش علاش واش خايفين مني ولا غير اشقات ليهم اصلا ما عنديش مع ابنادم بالزاف كان عندي غير واحد ودبرة خسرته ما بقيش مسوق لك حل الراس دلست هديك الساعتين وخرجنا قصدت الدار مدويت مع احدة واحد دخلت لبيتي وعايت على الواليدة ديالاشرف سولت اهليه قدلي يراه دينا الصبيطار وخيطنا ليه يديه ومعاك يغوت بشي هضرا ما مفهومش دينا عند واحد طبيب ديال الحماق وعطاه شيدو وقال لنا باللي من الاحسن ليه يبقى غير في الدار وما يخرش كنسمع صوت اللي بكا ديالها في التليفون وقلت لها الله يدير لي في هالخار وهنا سالات حياة اشرف العادية حين تهبل ولكي هرب لهم من الطار وكل لكي يمشي ويجيبوه من المون ودي ممشرت غددي وهاتش بسبابي بسباب يوسف اللي كان عايش حياة عادية بحل اي واحد طبيعي وبسباب قلت العقل دياله ضيح حياة اقرب واحد ليه خوه وصاحبه وهاتش ما زال مسالاش الوطني بشوية بشوية بدك يقرب وانا غير دير الخاطر للطار مره مره كان راجع شوية وفي هاتشهر حالتي زادت عابط وليت كان طيح بزاف وليت كان خاف من الملح ما عرفتش هلاش وكل ليلة كان شوف نفس الحلم كان شوف راسي كان قتل في اشرف اه ما تعجبش نفس الحلم اللي كان كي يشوفه هو وليت كان شوفه انا بنادم احته هو موقاش كيهضار معايا واحته الواليد اللي ملح مو دمه مللي مني واحد نهار سمعته وقال الواليد تكون غير ماتو هنانة منه مللي سمعته وقال ها ما كرا هتشنيت لموت جوت الديني ولكن حتهيت خاصمات معايق الوطاني غادي وكيقرب قاتلي السيمانة وانا دير هضرة اشرف بين عينيه حينت كان قال لي بللي هنقتلو نهار قبل الوطاني وخما طيقتوش هذك النهار ولكن هادشي ليعشتو خلاني نولي انتيق بهادشي بنادم مخلوع من الامتيحان وانا مخلوع من حاجة اخرى السيمانة ولا تلتيام وثلتيام ولا تيومين وصل النهار اللي قبل الوطاني وحاس بشي حاجة غادة توقع هاد النهار وصونا باش ما نحلو حتى كتاب باش ما تفلاشاش وتنسا كل شي مخرشتش من بيتي داك النهار حتلت سبعد يلا شي ومشيت حدر جرف قابلت معا البحار وانسيت راسي وانسيت المشاكل شفت الساعة لقيت هاد السعود وبديت راجع في حالي دست من واحد درب باش نوصل بالزربة شديت طريق وانا نسمع واحد الصوت الصوت ما غريبش عليا يوسف تلفت وانا نلقاه اشرف شداتني الخلعة وتمنيت داك الحلم يكون غير كدوب وتمنيت انا اللي نموت اليوم كنشوف فيه الدو شفت واحد الموس مدوى ما مغالو وبدأ جايك يجري عندي ووصل عندي ووقف قل لي راهم بغاوك اليوم واليوم نيت غادي تمشي بعيد شنقع لي وبدأ بغا يقتني ومشي بأي طريقة بغا يتبحني كل واحد فينا عندو ديك الغريزة ديال الباقاء واحتى انا بنادم قيت منضارب معاه وكانت عابزه وكان حاول نخلي الموس بعيد علي بقينا مجارين وكل واحد كي يجري في جيه حتى حسيت بالموس مشاجهة اشرف والدم بدك ينقط في الشنطي وهو شاف فيه وبدك يضحك وفاق من ديك الحالة اللي كان فيها قل لي يا يكوت لك را غادي تقتني طيقتيني دابا قال الموس فيدي لحتو مشي تكن جري عندو عنا قتوب بدي تكن بكيو كان قول لي سمح لي انا السبب في هادشي انا اللي حبلتك وانا دابا اللي قتلتك هو كلمة اللي علف امو هانية هانية انت اخويا وصوته بشوية بشوية غادي وكيهبط واخر حاجة قالها لي هي تهلاف الوالدة ومن بعدها طاح من بنيت دي عرفت ومات مات خويا اللي ماشي من امي خويا اللي كان فيما يحقر علي شي واحد كان يدى فاعلية خويا اللي كنا متافقين انا وياها لاش حال من حاجة وكنا باغين شدوا الباك ونفرحوا والدينا لكن دابا واحد غيمشي للقبر وواحد للحبس وانا كان كتب تفكرته وراني كان بكي واللي عندو شي صاحب ويتهلافي واللي ما عندو شي عرف يختار اشرف عمرني ما نسيته وعمرني ما غنساه قلت سحداه وبقيت كان بكي حتى تجمع بنادم وكل شي كيوش وش عليا ويعيطه والاسعاف والبوليس جا تستافيط هزاتني والاسعاف هزاته وهو مشى للقبر وانا مشيت المجهول ووصلنا لكوميسارية ولحوني في واحد البيت بوحدي غير الظلمة خلوني تمك 11 ساعات جولية دخل غير واحد علش قتلتي غير غلط هو اللي حاول يقتلني اللول حينت هما اللي قالوا هالي شكون هما هدوك اللي حضرناهم من تفرجنا في داك الفيديو عارفك ما غطي يقنيش كيب اللي يارك مسطي خرج وجابوا لي واحد طبيب بدك يسول فيه وعود ليه دك شي كله اللي وقع مني بغي يخرج شاف في البوليسي وحرك راسه يعني هتزيد راها مسطي دست واحد ثلث ايام كان خاصني ندووزها في الامتحان لكن الاقدار بغاتني ندووزها هنا جا الصباح وهو ما يجي وجوج هزوني داروني في واحد سطافيط ولكن ما تدونيش للحبس دوني البرشيد وبالطبط سبيطار الحماق في الباب لقيت مويمتي بوحدها كتتتنا فيها طلبات دوك الجوج باش تعنقني اخر مرة ناري لقات قلبي طيب حلفت انا رطلقت منها هي كتبكي وانا كان بكي حتى فرقوني لها دووزت سنين هنا الوالدة مورا عام ماتت وصلتني اخبارها غير من اختلي جا تشوفني ومورا هتقول شي واحد واش تفكرني هنا كانشوف ذاك الشي لما كيقدرش يشوفه بنادم كانشوف الجن كانشوفهم كيضورو بيا كي هضروا معايا ونهضر معاهم واليوم جات نوبتي باش نموت نتمنى تكون فهمتي ميساجات القصة نتمنى انك ما تكرهنيش نتمنى ان قصتي تشهر ويقراها بنادم باش ما يكررش اغلاطي بعد على الزعامة اعرفش كنت عاشر وتهلف مميمتك عشت هاد الموت ده كامل وانا كانت سنى الموت وما كان ما اصعب من انك تعيش وانت كتسنى في اليوم اللي قالوا لي باللي غنمشي فيه عند اشرف وها هما دبقوا قدامي وصابوا لي باش نشط نقراسي ها هما مجموعين واحتى اشرف معاهم هانا مشيت هادي قصة اللعنة كيف ما لقيتها في كتابه نتمنى من اللي غيقراها يفهم الميساجات ديالها ببعاد على الاخطاء اللي دارهم نتلاقها في قصة جديدة وفي احداث جديدة دمتم في رعاية الله وحفظي